أكثر من 66 ألف حادث مروري أودى بحياة أكثر من 22 ألفاً وإصابة 7 ألاف شخص خلال الأعوام العشرة الماضية هي آخر إحصائية سجلت نتيجة السرعة الفائقة لبعض السائقين وعدم الالتزام بالقوانين المرورية وفقدانهم للتركيز أثناء القيادة وهو ما تحاول مديريات المرور العامة في العراق التركيز عليه خلال الاحتفال بأسبوعها العالمية مشيرة إلى أن أكثر الطرق التي تشهد حوادث هي طريق الخالص كاركوك حمرين وكذلك طريق أم قصر الناصرية أنا شاهد عام 2016 الحوادث تثبت الحوادث أقل لكن بالمقابل كانت تثبت الوفيات والإصابات أكثر إذن أحنا أمام مرحلة خطرة أن السائق المركبة بدأ ميرعي اهتمام بصحته ميرعي اهتمام باقي مستخدمي الطريق وذا كيف نصل إلى مرحلة من التواصل بيننا وبينهم لغرض التقليل من الإصابات فيما أشرت المديرية إلى أن أسعار المخالفات المرورية في العراق الأقل بين الدول المنطقة خصوصا المتعلقة منها بربط حزام الأمان ووجود معدات السلامة دعيتنا المواطنين إلى التعاون لتطويق أزمة المرور الخانقة التي تشهدها جميع شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تصدر العراق لنسب المخالفات المرورية في العالم مع دول الجواري يمكن أن نحن أقل مخالفات موجودة نحن لم نتمنى المخالفة بقدر ما نتمنى أن نوع المواطن على نوعية المخالفة لأن المخالفة لا تصوب في مصلحة المرور بقدر ما هي تصوب في مصلحة المواطن جميع مخالفاتنا إذا تلاحظيها جميعها مركزة على مصلحة المواطن من مطفئة حريق من مثلث فيسفوري من سير عكسيس الطريق المواطنون كانت لهم آراء بموضوع المخالفات المرورية منهم من أيد إجراءات المرور وأشاد بها ومنهم من رأى أن تسجيل المخالفات يكون غير منصف أحيانا كثيرا مرور أداهم جيد وبارك الله بهم بعملهم بس هناك بعض السواق تلتزم موك بعض السواق تلتزم يعني موك لها سوا مخالف ما نحجز طبعا شاكيد وين وين بيا منطقة شون نحجزت باب الشرج والله من وراء حجية فتحت الباب وأصت وكذانا يعني ما عنده مشكلة قد غرامة عشرين ألف تقليل الحوادث المرورية وتنظيم حركة السيرة في الشوارع وحث المواطنين على الالتزام بكل تعليماتها هو ما تسعى إليه مديريات المرور في العراق في أسبوعها العالمي استبرق حسن الحرة بغداد